اين هموالكم؟ ما في الجيب اما يذهب سدى لصالح السرقات او يذهب بفعل الاحداث الامنية والاقتصادية لكن الاقتصاد العراقي وهو بلد المال يدهشك بالعجائب والغرائب وتغيب الاجابة في الوقت الراهن امامك كموظف تنتظر راتبك الحكومي وما بين جلسة برلمانية مرتقبة تناقش فيها مسالة تأخير الرواتب تطفو على السطح شائكة الاقتراض التي اصبحت كرة بين مجلس النواب والحكومة وبعد ساعات من تصريحات وزير المالية علي عبدالامير علاوي تقضي باطلاق رواتب الموظفين شريطة تصويت النواب على قانون الاقتراض فان الوزارة اكدت بلغة الارقام انها امنت رواتب المتقاعدين للشهر الحالي فيما تكون رواتب الموظفين جاهزة خلال الاسابيع المقبلة حسابات وزارة المالية لم تتوافق مع الرأي البرلماني الذي يضع تأريخا يؤرق المسؤولين من وقوع العراق في شرك الافلاس خلال ستة اشهر اذا اعتمد قانون الاقراض الخلاف على القانون يعقد المشهد المالي ويؤرق المواطنين الذين انتشرت بينهم الشائعة حول ضياع قاموس توزيع الرواتب في ايامهم المقبلة الاحتدام على ازمة الرواتب يتصدر حديث اللجنة المالية النيابية بتحميل مسؤولية الرواتب على عاتق السلطة التنفيذية وبين تقاذ في كرة المسؤولية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تبقى الحالة الضبابية سيدة الموقف فيما يتعلق برواتب العراقيين وهي ازمة تغيب ثم تعود لكن وعلى ما يبدو انها ازمة تعود بواقع اكثر صعوبة نتيجة تراكم الازمات في عراق باتينخر جسده السياسي والاقتصادي الفقر والبطالة والافلاس وصدق او لا تصدق فانت تسمع عن الافلاس في عراق المليارات والخيرات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة